الثانية والعشرين من مايو يوم مجيد في تاريخ اليمن حين عادت اللحمة اليمنية لوضعها الطبيعي عقب محاولة المستعمر تقسيم اليمن بغية إيجاد موطئ قدم لهم واستمرار سيطرتهم على ركاب اليمنيين تأتي ذكرى الوحدة اليمنية اليوم ونحن بإذن الله عز وجل تكون هذه الذكرى ذكرى خير للبلد نرى أن كل أبناء اليمن موجودون في محافظة المهرة بل غالب أبناء محافظة المهرة هم مع الوحدة لكن لا نريد وحدة فيها ظلم لأحد أو تمييز لفلان أو آخر يجب أن تكون الوحدة هي علامة العدالة وعنوان العدالة لكل أبناء اليمن وما ننشده نحن في المهرة أن يعيش كل أبناء الشعب اليمني متأخين تحت راية الجمهورية اتفاقية عدة وقعها قادة اليمن عقب ثورتي ستمبر وأكتوبر وذلك بهدف ترجمة أهداف الثورتين في استعادة وحدة الوطن لتتعدى إرادة الشعب كل العرقيل والصحاب وابتصل للثاني والعشرين من مايو حيث توجت بتوقيع إعلان الجمهورية اليمنية ليرفرف عالمها من عاصمة اليمن الاقتصاطية عدن فرحة عارمة عاشها المهاريون بهذه المناسبة العظيمة مؤكدين أن الحفاظ عليها مسؤولية الجميع والتفريط بها له عواقب وخيمة في قوة وسيادة ومكانة اليمن مؤكدين أن الاتحاد قوة وعزة لليمن والإقليم العربي والإسلامي لأن الله عز وجل دعا إلى وحدة العالم أجمع فما بأنه بالوحدة اليمنية التي هي توحدت وحدة الشطرين ووحدة الشعبين ورغم أنه شعب واحد لكن جاءت هذا الفكر الاستعماري سواء كان استعمار بالسلاحة والاستعمار بالفكر وشتت اليمن ومزقها ولا زال إلى اليوم أعداء الإسلام يسعون في الداخل الخارج إلى تمزيق اليمن وإلى تفتيث اليمن نحن نتحدث عن أخطاء السابقة ربما صاحبها شيء من الأخطاء وشيء من القصور لكن هذا لا ينبغي أن العكس على الوحدة الوحدة اليمنية تبقى وحدة يدعو إليها كل الناس بل استفاد الناس كثير ومعظمهم من هذه الوحدة أبناء المهرة كغيرهم من أبناء الشعب اليمني عبروا عن اعتزاز بهذا المنجز العظيم وأنهم لن يفرطوا بوحدة وأمن واستقرار اليمن مهما كانت المحاولات الخارجية فالشعب اليمني كما تعداها في ستينيات القرن الماضي كفيل بتعديها اليوم وقهر الصحاب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى الجنوب الجميع يؤكدون بصوت يمني واحد أن مكسب الوحدة لن يتم التفريط فيه رغم الواقع الذي تحاول الكوى الخارجية فرضه فعواصف أو حتى أعاصير اليوم سيتم تعديها حتى يصل الوطن اليمني إلى بر الأمان بوعي ويقظة وهمة ووحدة كلمة أبنائه وتحرير اليمن من كل التدخلات الأجنبية وعودة الأمور إلى طبيعتها